اشتركوا في القناة وطلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على خطط وبرامج الاتحاد البحريني للرياضات البحرية للمرحلة المقبلة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الاتحاد لتطوير الرياضات البحرينية على كافة المستويات ومؤكدا سموه دعم الهيئة العامة للرياضة لكل المساعي التي تصب في مصلحة الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في المملكة في حين قدم سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة شرحا حول استعدادات الاتحاد البحريني للرياضات البحرية لاستضافة المملكة لنهائيات كأس العالم للشراع والمقررة أن تقام في شهر اكتوبر المقبل معبرا عن جزيل شكره وامتنانه للدعم والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر